تحياتي لكم مشاهدينا إنما كنتم في حلقة جديدة من برنامج ثقافة والتي يسعدني أن أصطديف فيها اليوم الروائي والشاعر العراقي وأستاذ الأدب العربي في جامعة نيويورك سينان أنتون سينان أهلا وسهلا بك معنا أهلا بك وشكرا على الاستضافة نستخبلك اليوم إذن بمناسبة صدور النسخة الفرنسية من رواية يا مريم عندها نشر أكتسود سينديباد الرواية إذن بعنوان آفي ماريا رواية يا مريم صدرت للمرة الأولى عام 2012 وتأهلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البكر العالمية بنسختها العربية سؤال أول لك هل تأخرت الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب؟ لا يعني حسب المقاييس هناك كتب كثيرة يعني هناك اعتبارات تتعلق باختيار المترجم والرواية التي ترجمت قبلها هذه كانت واحدة شجرة الرمان فأنا سعيد بأنها الآن بأن الشخصية تتكلم اللغة الفرنسية وتقرأ بالفرنسية وهذا هو أهم شيء يعني وأنت أصلا مترجم يعني تترجم أيضا من العربية للإنجليزية وترجمت عدد من رواياتك أيضا إلى الإنجليزية ربما كتبتها أو عدت كتابتها هل أنت راضٍ عن الترجمة الفرنسية ومن ترجم هذا الكتاب؟ لا هو مترجم قدير وممتاز وأنا يعني معرفتي باللغة الفرنسية ليست بالقوة المطلوبة ولكن المقاطع التي قرأتها والأشخاص الذين أثق برأيهم ورأيهن وردود فعل القراء والقارئات إلى حد الآن تبين أن ردود الفعل قوية جدا ومما يدل على أن الشحنة الجمالية التي كانت موجودة في العربية تم إيصالها إلى اللغة الفرنسية فهذا يعني سعيد جدا بهذا صحيح رواية يا مريم أو أفا مريم الفرنسية تقلب المواجع العراقية يعني من خلال عوالم شخصيتين رئيسيتين يوسف الثمانيني الذي بقي متفائل أن التعايش مع الآخر مازال ممكن ومها قريبته التي تبلغ من العمر يعني هي في العشرينيات من العمر التي ترغب كغيرها من الكثير العراقيين في فترة الألفية الثالثة مغادرة العراق اليوم هل أنت ترجح كفة يوسف أنه يوجد أمل في العراق أم كفة مها ماكو أمل في هذا البلد يعني أنا دائما أسأل أنا يعني البعض يظن أن شخصية يوسف تمثلني أو كذا أنا بين الاثنين يعني التفاؤل المفرط والكامل إشكالي جدا في ظل هذه الظروف واليأس المطبق أيضا إشكالية كبرى فلا أعرف يعني أنا أحاول أن أكون متفائلا لكن ما أسمعه وأقرأه من العراقيين والعراقيات الذين يعيشون في الجحيم العراقي اليوم يعني ليس هناك دائما ليست هناك الكثير من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل يعني كما قلنا أنه ربما التشاؤل يعني المزج بين التشاؤم والتفاؤل لأن الأوضاع صعبة جدا حتى بعد هزيمة داعش لكن ما زالت الهجمات الإرهابية مستمرة الفساد مستشري والنظام السياسي نظام محاصصة طائفي والمواطن العراقي في حياته اليومية لم يشهد أي تغيير والمستقبل القريب لا ينبئ أيضا بإمكانية تغيير كبير تتحدث عن التشاؤل لكن في هذه الرواية يربما التشاؤم يطغو يعني مع موت الشخصية المتفائلة في هذه الرواية في تفجير إرهابي يضرب كنيسة النجاة لأن هذا هو ما حدث يعني مليون عراقي ماتوا منذ عام 2003 و أنا بالصراحة كنت أكتب في البداية رواية عن علاقة رجل بالبيت وفكرة البيت يعني يوسف وحدث الهجوم على الكنيسة وأيضا ردود فعل الكثير من العراقيين ومن العراقيين المسيحيين الذين تشبه ردود أفعالهم فكرة مها أدت بي إلى أن أغير مسار الرواية قليلا وأنا يعني بعض القراء يشتكون يشكون أو يشتكون يعني ليست عندي نهايات سعيدة في رواياتي ولكن لأن الحياة في بلداننا فيها الكثير من النهايات المفتعة تحدثت عن الطائفية وأنت دائما كنت ضد مأسسة الطائفية في العراق ومات لها من وجود أو ولادة لهويات فرعية برأيك هل الهوية العراقية اليوم تفتتت بالكامل؟ وهل يمكن للأدب أن يحافظ أو أن يصون ما هدمته الحرب والنزاعات الطائفية؟ يعني بلا شك كان هناك تفتيت ممنهج للهوية العراقية الجمعية بسبب الاحتلال وحكومة الاحتلال والمحاصصة والكثير من منافذ الإعلام والخطاب الذي يتم ترديده ولكن أنا برأيي هناك أيضا ردة فعل من قبل الكثير من الشباب والشابات في العراق الذين لا يريدون أن يعيشوا في عالم طائفي منقسم ولديهم اعتزاز ويريدون أن يعيدوا بناء عراق عراق يتسع للجميع عراق غير طائفي فالتاريخ الجدلية مستمرة ومهما كان هناك من تفتت هناك أيضا إعادة بناء وهذا ما يدعو على الأمل والتفاول والأدب أو الرواية الأدب يعني أنا لا أريد أن أضخم أو أبالغ في لا شك الأدب والثقافة لها دور مهم جدا في طرح الأسئلة وإعطاء الصوت للمهمشين وكتابة تاريخ مختلف ولكن أيضا نحن يجب أن نتذكر للأسف أن هناك أيضا ثقافة تدميرية لأن هناك من يكتب بشكل طائفي ومن يتذكر التاريخ بشكل طائفي فأنا يعني ردود الفعل التي تأتي من القراء العراقيين والعراقيات تشير إلى أن على الأقل الروايات تحاول والرواية برأي في هذه المنطقة بالذات التي دمرت فيها الكثير من المؤسسات والتي ليس هناك إعادة كتابة تاريخ بشكل بعيد عن الأيديولوجيا وبعيد عن الأنظمة أيضا الرواية والثقافة هي حيز مهم جدا لإعادة التفكير بفكرة العراق أو فكرة البلد وإعادة طرح أسئلة عن تاريخه فهي حيز مهم جدا لوجود أيضا جانب توثيقي يعني أنت مثلا في كتاب أفير ماريا توثق أيضا لفترة زمنية عاشها العراق أو عاشها يوسف يعرف فيها العراق المحب ليس العراق ما يعرفه شباب اليوم برأيك هل هذا يعطي للرواية أهمية أكبر ربما من الشعر أو غيره من المصنفات الأدبية؟ أنا أحاول أن لا أفرق بين هذه الأجناس كل جنس أدبي كل جنس ثقافي يستطيع أن يساهم بهذا أنا أحاول أن أفكر أو أستخدم مفردة الذاكرة يعني يجب أن نسائل دائما الذاكرة والتاريخ ونواجه التاريخ بمنظر نقدي هل هناك توثيق؟ أكيد هناك شيء يشبه التوثيق لكن الفكرة ليست التوثيق لأن هناك أيضا طبعا البعد الجمالي والإبداعي وأن في نهاية الأمر هذه حكايات وقصص متقاطعة لكن سؤال جيد لأنه في غياب في زمن تفتيت الذاكرة الجمعية بشكل ممنهج من قبل جهات وأحزاب طائفية تقسيمية طبعا يكون تذكر فترات معينة شيء مهم جدا لأن هناك فقدان ذاكرة جمعي وهناك محو لتاريخ البلد والتركيز فقط على بعد واحد فهذا شيء مهم جدا وأنا ربما أحاول أن أقوم به بشكل غير واعي في كل الروايات ولهذا السبب أغلب أرض روايات سينان أنتون تكون العراق مع أنك تركت العراق مع بداية التسعينات تتوجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودرست فيها في جامعة هارفورد وجامعة جورج تاون واليوم تعلم في جامعة نيويورك هل ما زال هذا البلد يشدك أن تكون موطن رواياتك كلها العراق؟ أكثر من المهجر الذي ربما تعرفه أكثر وعشت معه أكثر من الموطن الأمري ممكن لكن طبعا هناك عدة عوامل العام الأول هو الأدب بالنسبة لي أو الثقافة تمثل الحرية حرية الاختيار ولكن أنا عشت 23 سنة في العراق السنين الأولى من العمر السنين المكونة بعدين أنا أعيش في بلد متورط في تاريخ العراق سواء في دعم الدكتاتورية في الثمانينيات وفي شن حروب وفرض عقوبات فحتى لو نظرنا إليه كمواطن يعيش في أمريكا فهذا واجب أن يتعلم هذا الشيء وهناك حكايات كثيرة لا زالت تجذبني نحوها وشخصيات ممكن طبعا قد أكتب في المستقبل عن شخصيات عراقية في الولايات المتحدة وعن الولايات المتحدة النفسية ولكن أيضا أنا ضد الإسراع في كتابة رواية المهجر لأنني مهتم بحكايات وتاريخ وتواريخ العراقيين ولأنني جزء من نسيج الثقافة العراقية العربية مع العلم أنني أعيش في نيويورك من يهمك أكثر القارئ الأمريكي مثلا أو القارئ العربي أم القارئ بشكل عام أينما وجد يعني أنا كتبت مقالة عن هذا الموضوع أنه طبعا الكثير من الأدباء يريدون أن يقرأهم الناس في كل العالم لكن في السن الأخير أدركت أن بالنسبة لي القراء العراقيين والعرب هم يجلسون في الصفوف الأولى لسببين أن ردود الفعل التي تأتيني من العراق ومن المنطقة تعني لي أكثر ولأن الروايات هذه للقراء والقارئات في العراق وفي المنطقة ليست مجرد قصص وحكايات هي حيز مليء بالمشاعر وبالأحداث ففي نهاية الأمر بصراحة يهمني هؤلاء القراء والقارئات أكثر من القارئ الغربي طبعا أفرح أن يكون الرواية صدى بالفرنسية أو بالانجليزية لكن أنا أكتب عن العراق والعراقيين العراقي أشكرك جزيل الشكر سنان أنتون أربع روايات حتى الآن صدرت لك وحدها شجرة الرمان التي أيضا ترجمت إلى الفرنسية ليل واحد في كل المدن يا مريم وفهرس وبانتظار رواياتك الجديدة عنوانها على الأقل لا يوجد عنوان إلى الآن أيضا في العراق تدور أحداثها؟ يعني بين العراق وبين الولايات المتحدة هي عن التقاطع التقاطعات بين الماضي يعني مثل السؤال الذي سألت عنه العلاقة بين الوطن والمهجر والاختلاف في تجارب المهجر أيضا بانتظار قراءة هذه الرواية أشكرك جزيل الشكر سنان أنتون مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج ثقافة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر